ده صحي يعني احنا نقعد كده نفتح يعني ما عليش سامحني زي ما انت بتقول الهري والهري الاخر نفتح اي موضوع ان كان ونقعد بقى ما شاء الله الموضوع يبقى في ايه وجهات نظر من هنا ووجهات نظر من هنا وده ينتصر لوجهة النظر هو ده وزي ما انت بتقول ولا هو لك المشكلة اصلا بيتنمش فهمين ايه المشكلة ان هو ما فيس وجهات نظر اصلا ايه بنا بنقول ايه حاجة بص هي دي برضو نفس الفكرة انا احنا تربينا على فكرة انه لازم نقول رأينا ولازم نبين ان احنا فهمين جدا يعني هاولا حاجة انت لو تعاملت مع الناس في الطبيعي هتلاقي ان اغلب الناس بيحب يثبت انفهم في كل حاجة يعني عربيت وبازط لا استنى سمعني الصوت العربية كده اه ده عمود الاري اه اتشقلب انا لازم اصلحها بنفسي هو مش هم اي حاجة اصلا طب اسألوا عن الدولار في ايه الدولار ام هه ازمة الدولار جايا من ويبدأ يشتغل هو معرفش اصلا المضوع ويمش بعيد يكون قاري مثلا كلمتين قبل يروح داخل الم espeye يليت لو قاري كلمتين ابقا فرحان لل L alsf ده المشكلة ان احنا بنتكسف ان احنا نقول لا نعرفش يعني انا اذكر مرة كنا امام recognizing انا اوπειتم چلز نفسهم نعرفش انا ام ن Lewis يقول لي يا شيخ اقول له والله ما شيخ شيخ ده اللي شيخه علم او سن ولا بشيخ علم او سن انا مش شيخ فلما بنيجي تتكلم مع بعض انا دكتور امير انا عندي كلمتين كويسين هقولهم لك اسمعهم مني اعجبوك اعجبوك مع الوش خلاص فاخدش مني حاني ففمرة كنا في افنت فالناس عمالة تسأل لا اسأل فيسألوا فقول معرفش فيسأل فقول معرفش فحد تالت سأل وطول الله هجل عم معرفش ففي حد وصلت عليه ان الناس فورا عمالة تقول هو انت عمالة تقول معرفش ايوة اني معرفش يعني هقول ايه انا معرفش فانا معرفش ففي كلمة كمان مشتارة عند العلماء من قال لا اعلم فقد افتت فقد افتت صحيح والنسوء للامام مالك على مسائل كثيرة جدا عادي جدا انا معرفش يا جمال